نروح للمغرب ونتطمن على أخبار النادي الأهلي واليوم قبل الأخير نحن نكلم على 48 ساعة طبعا أخيرة قبل موجهة سياتل ساوندل إن شاء الله يوم السبت اللي جاي خلي نروح لزميلنا كريم أحمد هناك يقول لنا آخر أخبار والسعادات النادي الأهلي النهاردة في تنبه كل التحية لك زميل العزيز محمد سعيد وكل التحية للزميل العزيز أيضا أحمد سمير والتحية والشكر موصلين لجمهورنا العظيم جمهور للنادي الأهلي يعني زي ما بنقول طبعا بركننا للعيب النادي الأهلي والجهاز الفني والجمهور طبعا على الأداء المميز والمبراءة الماضية والانطلاق الأكثر من رأي الحقيقة لفريق النادي الأهلي أداءا ونتيجة لكن زي ما الكل عارف تبدأ الانطلاق تكسس العالم لأنديها من المبراءة القادمة النادي الأهلي الحقيقة لم يشارك في المبراءة التمهيدية والدور للتمهيد من فترة طويلة جدا عشان كده خلاص نبدأ نقول بقى المبراءة القادمة بمشية لها تكون تحadi جديد وهتكون هي الانطلاق إن شاء الله يا رب المجود الكبير والتحضيرات الكبيرة جدا والإصرار الكبير اللي عارفينه عن فريق النادي الآلي يستمر معهم حتى آخر نقطة في هذه البطولة الحلم الكبير كالعادة لكل جمهور النادي الآلي نطمم بقى كل جمهورنا عن اليوم النهاردة طبعا احنا خلاص في ختام اليوم لكن يمكن صباحا نبادئ بتدريب صباحي طبعا على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة ملعب مماس جدا الحقيقة وزي ما أكدنا محمد وزميلة أحمد طبعا يعني من الشيء الإيجابية جدا والشيء الرائع إن احنا متواجدين هنا في طنجة مش هنرجع تاني تتوال لأن ده أمر كان صعب جدا جدا مرهق على العيب النادي الآلي وعلى البعث بالكامل فبالتأكيد يعني دخول كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة لكابتن سيد عبدالحفيز لتوفير بعض هذه الأمور والترتيب أيضا كمان مع الفيفا فكان أمر مهم جدا أن أن تكون متواجد في فندو إقامة مميز فندو إقامة هادي بشكل كبير ملعب قريب من فندو الإقامة ب 15 ديئة فالأمور دي الحقيقة يعني بتقلل شوية بعض المجهودة على العيب النادي الآلي على أن تكون بقى الجرعات التدريبية كاملة يستفيد بها لعيب النادي الآلي بشكل كبير جدية كالعادة وإصار كبير من أول يوم يا رب يستمر مع فريق النادي الآلي لآخر نقطة في هذه البطولة تحضيرات أكثر من رائعة بنأملها من ميستر كولر الحقيقة اللي ممكن أدى أداء فني رائع جدا من خارج الخطوط في المباراة الماضية قراءة فنية تابعة بشكل كبير جدا كل نقاط القوى الثغرات بنسبة لفريق أوكلاند سيتي فبمشيئة الله إن شاء الله المباراة القادمة كل الدعم طبعا لفريق النادي الآلي والعبية والجهاز الفني على أن يكونوا الكل على قلب الرجل الواحد قلنا محمد وأكدنا اللي هيكون متواجد زي اللي مش هيكون متواجد زي اللي هيكون خارج بر القائمة تماما كل كان على قلب الرجل الواحد الكل كان عنده إصرار كبير جدا النجم هو للنادي الآلي والهدف هو إسعاد كل جمهور النادي الآلي فإن شاء الله بإذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح نادي الآلي مستمر في تدريباته غدا بمشيئة الله 12 ظهرا بتوقيت المغرب على الملعب الفرع أيضا باستاد ابن بطوطة اللي هيستقبل بمبارات النادي الآلي في مبارات طبعا يوم السبت مشيئة الله هنأكد على المعاد لأن المعاد 6.5 بتوقيت المغرب 7.5 بتوقيت القاهرة بعض يمكن الناس ممكن تتحارشوا في المعاد لكن هنأكد هذا الأمر مرة تانية إن شاء الله بمشيئة الله موعد المباراة القادمة لفريق النادي الآلي 6.5 بتوقيت طنجا 7.5 بتوقيت القاهرة كل الترتيبات ماشية بشكل طيب جدا حتى هذه اللحظة بنتمنى إن شاء الله بإذن الله غدا تكون جرعة تدريبية قوية لأن خلاص يمكن بكرة هيكون التدريب الرئيسي والأخير لفريق النادي الآلي ده أمر مهم جدا وسائل الإعلام هكون متواجدة 15 ديه هكون كالعادة طبعا لي فريق النادي الآلي وكل طبعا وسائل الإعلام فيارب يا رب يا رب إن شاء الله بإذن الله كل التحضيرات وكل الترتيبات وكل الأمور الخاصة بالجهاز الفني تكون من نصيب النادي الآلي الجدية موجودة لتحضيرات كل الاجتماعات الخاصة باللعابين تكون على قدم الوصاق محتاجين هذه المباراة محتاجين الانطلاقة من جديد فيارب إن شاء الله بإذن الله جمهور الأشقاء المغربة جمهور النادي الآلي شفنا الرسالة الكبيرة جدا ومباراة الافتتحية الحقيقة وأشدنا بالجمهور المغربي اللي كان بيشجع النادي الآلي من قلبه يعني فيه أهلوية مغربة هنا كتير جدا جدا قدوا يعني أداء رائع وانطلاقة كانت جيدة ومباراة الافتتحية أكتر من رائعة بجانب طبعا جمهور النادي الآلي العظيم اللي كان متواجد قلة العدد مش مهم لكن وصلوا رسالتهم لفتتهم كانت مهمة جدا حيوا اللعيبة وأزرون بشكل كبير فبمشيئة الله ان شاء الله يستمر النادي الآلي غدا في تدريباته على أن يكون يوم السبت بمشيئة الله ان شاء الله موعد النادي الآلي كل لعيبة تكون في يومها ويا رب ان شاء الله تكون فرحة كبيرة جدا زي ما فرحنا في المبراءة الماضية ومصر كلها كانت فرحة يوم السبت ان شاء الله بمشيئة الله تكون فرحة كبيرة جدا ولكل حدث الحديث عقب انتقى دي المبراء